خليني أقولكم أن اتحاد الكرة أصدر بيان من ساعات قال فيه أن النتائج المساحات الطبية لأجراها المنتخب مبارح كانت أكدت أنها إيجابية مسحة عصام الحضري ومدارب طبعا حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى وبالتالي تقرر عدم سفرهم مع البعثة بكرة وكيروش المدير الفني على الخبر على تويتر وقال هي أوقات صعبة لكن قادرين على تجاوزها وإننا بنصلي وبندعي لكم بالشفاء وبالعودة بأقصى سرعة إيه اللي هيحصل وإيه اللي بيحصل حاليا فيه معسكر المنتخب هنعرفه حالا من الناقض الرياضي أمير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا بيك كل مشاهدي أم بيسي مصر أهلا بيك قولي شناوي كده مين هيدربوا الأيام اللي جاية في ظل غياب الحضري الكابتن طاري سليمان المدرب حراس مدخب مصر تم تصعيده لفترة مؤقتة للصفر مع الفريق إلى الكاميرون وكيادة تدريب الحراس حتى شفاء كابتن عصام الحضري وكابتن محمد أبو جبل طبعا طيب إبراهيم عدل كمان سمانا عنده كورونا مظبوط الكلام ده؟ مظبوط احنا فعلا النهاردة عندنا ثلاث حالات ما بين كابتن عصام الحضري وكابتن محمد أبو جبل وكابتن إبراهيم عدل عندنا كمان إصابة لمحل الأداء في الجهاز الفني منتخب مصر وعندنا ثلاث إصابات من الإداريين بالإضافة لإصابة محمد حمدي لعب منتخب مصر في رقبته وهي دي الإصابة اللي هتحتاج التماس من الكاف علشان يتم استبتاله بلاعب آخر من خارج القائمة احنا بنشكرك جدا أمير عبد الحليم مدير موقع في الجول بشكرك شكرا جزيلا